ترأس وزير الداخلية لوارك إبراهيم حيدان بالعاصمة عدن اجتماعا ضم وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية لوارك عبدالله جابر وكيل قطاع الخدمات المدنية لوارك عبد الماجد العامري لمناقشة الميزانية التشغيلية للوزارة للعام الجاري واستعرض الوزير حيدان الميزانية تشغيلية للوزارة الداخلية خلال العام الجاري واكدا على الاهتمام بالتأهيل والتدريب لمنتسبي وكوادر الوزارة وتلبية احتياجاتهم كما قدم وكيل الموارد البشرية والمالية شرحا عن سير العمل في ديوان الوزارة والصعوبات التي تواجهها ومقترحات التطوير والتأهيل للإدارات العامة بديوان الوزارة